جرت العادة في كتاب الله إذا سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا أن ينزل القرآن ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل ينيبه في الإجابة تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل يسألونك عن الأنفال قل يسألونك عن الخمر والميسر قل يسألونك عن المحيض قل يسألونك عن الأنفال قل ولكن حينما كان الكلام عن قربه من عباده أزال الواسطة تبارك وتعالى بينه وبين كل خلقه فقال فإني قريب لم يقل له قل لهم إني قريب لا فإني قريب قال فإني قريب مباشرة ليعلم كل الخلق أنه لا واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين أحد من خلقه كائنا من كان فباب الله مفتوح يمكن أن تدخل عليه في أي وقت والله يسمعك في كل وقت لا يغفل عنك في أي وقت يجيب دعائك في أي وقت يحقق لك المستحيل إن دعوته متيقنا في قدراته تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى قريب وقربه عام وخاص إيه الفرق من القرب العام والقرب الخاص لما أقول مثلا الله تبارك وتعالى قريب من كل خلقه قربا عاما يعني إيه أي أن الله تبارك وتعالى قريب من كل الخلق بعلمه وخبرته ومشاهدته وإحاطته وقدرته عليم بكل خلقه يشاهد كل خلقه محيط بكل خلقه يرى كل خلقه تبارك وتعالى قال الله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى حديث في السر ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليهم لا خذ الأكثر من كده الله أقرب لكل مخلوق من نفسه التي بين جنبي قال تعالى في سورة قاف وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهِ وَالْوَسْوَسَةَ صَوْتٌ خَفِي حديث النفس للنفس حد في الكون يقدر يسمع صوت النفس وهي يتكلم نفسها أو الإنسان يتكلم نفسه لو في كلام يدور في تفكيرك أو في صدرك حد يقدر يعرفه طيب في آلة أو تكنولوجيا معينة تقدر تترجم الكلام ده أو تكتشفه لا يمكن مستحيل مستحيل قد تحمل في قلبك جبل من الهموم وتفكر في ألف شيء في وقت واحد ومن بجوارك لا يشعر بك ولا يعلم فيما تفكر ترجمة نانسي قنقر